مشروع قانون الانتخابات الجديد لعام 2018 والذي دفع به حزب المؤتمر الوطني إلى البرلمان لإجازته قوبل برفض شديد من القوى السياسية التي تنضوي تحت مظلة ما يسمى بأحزاب الحوار الوطني كثيرة هي النقاط الخلافية التي تتحدث عنها هذه الأحزاب لكن أبرزها ما يتعلق بكيفية تشكيل مفوضية الانتخابات واختيار عضويتها وضمان نزاهتها واستقلاليتها بالإضافة إلى موضوع استجيل الانتخاب وغيرها في شكوك حول نزاهة الانتخابات وهذه الشكوك بدأت تزداد أكثر لأن القانون برضو فوجئنا بهذا تماما لذلك دل الاتياه السائد حتى الآن الشكوك حول وجود نوايا سيئة بغرض إيجاد ثغورات قانونية للتلاعب في الانتخابات تساور أحزابا معارضة سارعت بإعلان موقفها من المشاركة في الانتخابات المقبلة وتمسكت بخيار إسقاط النظام لا يمكن أن ندخل الانتخابات قبل تهيئة الأجواء بشكل صحيح عقد اجتماعي نتواثق عليه وقف قطعا للحروب إزارة القواني المقيدة للحريات إطلاق الحريات العامة الحريات الصحفية احترام الرأي والرأي الآخر إعلاء مواثق حقوق الإنسان وإلى الآخر غير مكترث ربما لمثل هذه المواقف أو لما يثار من جدل سياسي أو دع حزب المؤتمر الوطني مسودة قانون الانتخابات إلى البرلمان في خطوة يبدو أنه يعول فيها على أغلبية نوابه لتمرير القانون أنا لا أقول بأن هذا القانون هو الصيغة النهائية وإنما هي عبارة عن مقترحات ليس إلا وإن الفرصة الآن متاحة لكافة جهادة تصل بقانون الانتخابات أن تدلي بدلائها ويمثل قانون الانتخابات الحدث السياسي الأبرز في البلاد هذه الأيام باعتباره يؤسس الانتخابات عامة تنقل البلاد إلى مرحلة جديدة يقول مراقبون إن انفراد حزب المؤتمر الوطني بصياغة مسودة قانون جديد للانتخابات والدفع بها إلى البرلمان دون الحصول على توافق سياسي حتى مع أبرز شركائه يمثل مخالفة سياسية لروح ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الذي أكد على ضرورة التغيير والتوافق على آلياته المختلفة عبدالباق العوض الحرة الخطو